اشتركوا في القناة احسا في جبل القارة بتنظيم من شركة رواند البهار جيمنيشن وشركة اي اي شو وايضا شركة ايفينت ثري سكستي كل تماظر الحفل تم ذكرها في الحلقة اللي نزلت امس في قناة اي اي شو اتمنكم ترجعون تشوفونها يمكن تصير اول امس على وقت نزول هذه الحلقة اذا انت من الاحسا او من الشرقية او حتى من المملكة او دول الخليج تقدر تحضر نتشرف شوفتك وتعرف عليك وتصوير معك والنقاش معك ويمديك تحضر الفعاليات وتشارك في البطلات وتستمتع اتمنى من الكل دخول على الفيديو ومشاهدتها واذا ما تقدر تحضر انشر الفيديو ممكن في غيرك يقدر يحضر بس ما عنده خبر والآن قبل ان احرك على جمهور انيمي للهجم على العمالك اللي اريدي وقف توقيفه مو بحلوة وكثير اريدي ادخلوا المانقا يا مرحبا بكم في انطباعات المانقا ايها الجدد في هذا الفيديو راح نتكلم عن مانقا الهجم على العمالك احدات لم تصدر حتى الان في الانيمي فسك الفيديو ان افضل لك وخلوا لنبدأ بدأ الفصل بقادة الشرطة السرية هذا صديق ارون سميث اللي انا ناسي اسمه حاليا ومعاه المجموعة اللي كانوا قبل كم فصل يشربون ويتكلمون عن هستوريا وعن ايلينا وعن ايرن وكذا وليش هستوريا حملت في ذا الوقت هالمجموعة ذي اللي هم تقريبا اعلى الرتب في الشرطة السرية اللي موجودين حاليا اللي يلبسون علامة الخيلة الخضرة فحين قاعد يقول نتائج التحقيق حقهم يقول تقريبا قرابة المئة شخص من فرقة الاستطلاع بما فيهم فلويتش فوستر فلويتش هذا اللي حاليا صير قائد حزب ايرن يعني الشخص اللي قاعد يدعم ايرن هو اللي يستقبل ايرن اول ما جاءوا عطاها الجاكيت اللي يلبسها وهو اللي يسرب الخبر للجرائد عن ان ايرن معتقل فقاعد يقول لهم التقرير انه فيه قرابة المئة شخص من المسجنين ومن الحراس اللي كانوا يحرصون السجن كلهم اختفوا وانحاشوا هربوا المسجنين وانحاشوا معاهم اللي ومع ذا المقاومة اللي جاءت عند ايرن واستقبلته فيكب الكلام يقول لهم معتقدين ومؤمنين ان هالمئة شخص هم اللي حرروا ايرن أو ساعدوا على الهربة وفي نفس الوقت تركوا مناصبهم العسكري يعني انقلبوا لصالح ايرن خدمة ايرن وعلى الاغلب هم مسؤولية عن قتل القائد الاعام من القوات العسكرية اللي هو زاكلي اللي فجروا في الحلقة اللي طافت قاعد يكمل يقول هذا الوضع سيء جدا لهذا السبب الحزب ذيلي هالمئة شخص اللي انحاشوا راح نسميهم مناصرين ايرن أو حزب ايرن يكمل هذا الشخص يسأل هنجي يقول هنجي هل تعرفينه شو هدفهم أو شو طموحهم ردت هنا هنجي قالت له على الاغلب هدفهم الوحيد حاليا واللي حرصانين عليه انهم يجعلون ايرن يتقابل مع ازيكي الاخوان يتقابلون مع بعض واكيد انهم يطهرون الشرطة العسكرية يعني ينضفون المكان ويخلون ايرن هو القائد الجديد للقوات العسكرية وبما انهم فجروا القائد الاعلى للقوات العسكرية فهذا يدفع بطل المدى عزيمتهم واسرارهم على تحقيق هذا الهدف هنا علق الروق او منظرات خويهم هذا قاعد يقول بس كيف فجأة ايرن صار عنده حزب كامل يعني المعرض ان ايرن ما تصارت لسمعه وشيره اللي اتهوه الحين فعلى الاغلب ان كل المناصرين حق ايرن هم في الاساس مناصرين حق زيكي او يمشون في خطة زيكي ردت هنجي قالت لا هم يصدقون في ايرن و ايرن نفسه مصدق في زيكي وخطة زيكي وبالتأكيد طبعا كل اللي يعني سوينا انهم قاعدين نشكك في زيكي من اول ما جاء وقاعدين نضيع وقت ما مشينا قدام ما مشينا في الخطة قدام ولهذا السبب في النهاية شعب الالدين اللي هم هالميا ذي اللي نقلبوا اللي عارفين نحن لازم نعتمد على الاخوان ييقر اللي هم ايرن ييقر وزيكي ييقر من اجل ننفذ خطة محطمين الارض العمالقة اللي داخل الجدران طلعهم ففي النهاية انتو يا الشرطة السرية اللي كنتو خايفين ومشككين ضيعت الوقت كله في مناوشات وتحقيقات وما تشون ما تبونوا تسوي الخطة خايفين خايفين لا عجب ان الجنود هالميا ذي اللي شعروا بهذا الشعور الغريب انه انتو قاعدين نضيعون الوقت واكثر شي فجر نقوم بلعني اكثر شي خلى الجنود اللي يفجرون القادل على منكم انتو يا الشرطة السرية كنتو قانتو تخططونا فيه شخص ثاني يجي وياكل ايرن يعني يتختارون يعني في الاجتماع اللي تفجروا فيه كان برضو انهم بقرروا منه الشخص اللي راح يارث قدرة ايرن منه الشخص اللي يعني يقوم فيه يخلونا يجي ياخذ ابرا يتحول العملاق وياكل ايرن وياخذ القدرة من ايرن بدون لا تبلغونا احنا حتى فرقة استطلاع المسؤولين عن ايرن واللي اريدي معاكم اخياكم حاجمين وسوي داشي ما كنتو حتى متبلغونا بتخلونا احد يجي ياخل ايرن ما تعم تنفسكم متبلغونا حتى رد هذا ابو لحيا اللي وخوي ايرو الناس اسمه والله مقدرة تذكره حاليا ما كان بيكون صعب علينا توقع ردة فعلكم وش كنتو بتسوون والدليل شوفوا شلي صار بس حين وصلكم خبر مية منكم طلعهم للجيش وفجروا القادة العالي شون لو قيل لكم البداية اكيد كنتو بترفضوه يعني ما كان قدام الخيار اللي احنا سويت اشي بالسر من بلغكم عنه رجع روغ حاليا يلعب حول الموضوع الشائك يقول طيب المصيب الاعظم حاليا انه مئة من دلاش خاص والساسة كلهم من فرقة الاستطلاع فرقتش يا هنجي كيف تتحمل المسؤولية على الخطأ اللي صار شلون مية من الجنودش ينقلبون عليش وحروا ايرن ويفجروا القادلة على القوات العسكرية هذا غلطتش ردت هنجي قالت انا بس تقبل اي عقوبة تفضلونه تابون تعزلوني تابون تعزلوني سولي تابون ولكن انكم تعزلوني المنصبي الحين راح يكون اكبر خطأ تسوونه تكمل هنجي خصوصا نحنا ما نعرف كم واحد من المساندين ايرن لازل موجود وينهم فيه ببضبط هلو كلهم فرقة الاستطلاع ولا ممكن منهم فيه في الشرط السرية معاكم والروق الحقير يرد بكل حقارة ما ادري احنا ما لا ادري فعلان ربما اني احنا قاعدة طالع قدام عيوني ناس من مناصرين ايرن طبعا يطالع فيه ويطالع فيه ميكاس وارمن يعني انت الثلاثة كلكم ممكن تكونون مناصرين لأيرن من الحزب حق ايرن هذا ما راح نصدم ولا راح تفاجأ لو اي واحد منكم طالع لابس حزام ناس فحينه فجرنا هنا عدد خوية قال روق هد ياواد مو كذا هو روقم السرع على راح يقول شوان شوان نقدر نثبت انهم بريئين شوان نثبت انهم موا عندهم شي المبروظ ان احنا ما نذق فيهم ولا نسلمهم اي شي اخصد فرقة الاستطلاع يعني تشكيك قوي جدا فرقة الاستطلاع وسبب ان المية اللي طلعوا حاليا وهربوا ايرن وساعدون ايرن هم كلهم من فرقة الاستطلاع في هذه اللحظة فتح الباب وداخل عليهم الكمعندر بكسس اوه ييه يكفي خلاص انف عندنا ضيوف ماتشوين عندنا ضيوف طبعا كله كان يدور وقائم أمام سيدة قبيلة اللي جاية بتاخذ ميكسا واللي أساسا حاليا هي تمثل دولة الهيزرو على طول دولة يضيعي ثانية يقول مو في هذا الوقت اللي تقدم تتخلقه فيه مع بعض هنجي كم واحد يعرف موقع زيكي وثلاثين جندي اللي معاه اللي قاعدين يحرصون زيكي وثلاثة أشخاص مسؤولين عن نقل المعلومات ونقل المؤن لهم وقدوا لهم أكل يجيون وكذا وأنا يعني من الناس اللي موجودين هنا ما فيه لأربعة هنجي ثلاث ضباط أو ثلاثة جنود هي تثق فيهم يوصلون رسائل ووصلون معلومات يوصلون أكل لمكان زيكي بمعنى زيكي علينا سجنين في مكان الغابة ذي سري ما حد يدري عن مكانه وين فيه باب باب وهنا التفت على نايل هل الأميرة أو الملكة اللي هو هستوريا في أمان موقع في أمان هنا طبعا قال لنا بكسس أن اسم نايل اللي أنا كنت ناسي رد نايل قال لنا بس عدد قليل من نخبة أنا اخترتهم يعرفون ولكن احتياطا بروح اتأكد وشيك على موقعنا بأمان وانا ما حد يدري عن موقع حتى الآن يبقون موقع هستوريا سري ما يحد يعرفونه فيك يكمل بكسس وبكل ثقة وإصرار وحزم ايرن رح يكون هدفا ان يستأدف اي شخص يعرف وين مكان زيكي وبعدها رح يحاول ان يعرف مكان هستوريا والحصول عليها لانه ثاني شخص يقدر يعرف زيكي بعد ما يموت زيكي اول واجب علينا نحن نحن نحرص ان الشخصين ديلي والمكان ديلي في امان تام ملا حد يدري عنهم ياسور حاضر سيدي والدفت بكسس على ارمن وقال لارمن بما انك الوحيد حلين اللي قد يتحولي الى عملاق والعملاق الضخم جدا لابد ان تكون في هيئة دفاعية مستعد طوال الوقت يضد علي ارمن يقول حاضر سيدي ولكن الان بعد ما فقدنا القائد الاعلى لهزاك لي اشوف انك انت يا القائد بكسس هو المناسب لاخذ هذا المنصب هل لديك اي خطط مستقبلي نطبقها يا بكسس يتكلم معا رد علي بكسس خلن استسلم حق ارن ترهم هزمون ان خلص تفوق علينا يعني ارن نحاش ولو فعلا قدر يلقى الموقع براحت علينا خلص نستسلم حق ارن نعطينا اللي يفي يكمل كلامه يقول احنا ما نعرف كم عدد الجواسيس اللي موجودين داخل جيوشنا داخل قواتنا اذا مية وريد يطلعوا ونضموا الارن كم زيادة باقي 200-300 شخص ما ندري لو بنتم نحقق فيهم بالتعذيب والسفك الدماء اللي ما نطلع بسمان بنطلع بسمان في الأخير كلهم ولكن كمية الدماء اللي بيكون نسفكناها والقتل والتعذيب لا يحتمل وغير مقبول نهائيا زودا علىنا بيكون هذا الشي يعني قتال بين قوات مرضى قومة متحالفة هذا الشي خطأ كبير جدا احنا تسببنا عن عدد كبير من الجنود يعتقدون يفقدون اثيقاتهم بالشرطة السرية والشرطة العسكرية لهذا السبب الحدث اللي قاعد تصير هو خساراتنا احنا احنا خسرانين في المعرك قبل لا نبدأ حتى انا فيه عدد كبير يظن ان اللي قاعد تسوي ايران وذا صح واحنا غلط بدت واحدة من اتباع زاكلي القائد الانتبكي تقول وبنتخلى عن الانتقام للقائد الاعلى زاكلي يعني قتلوه بنتخلى عنه كذلك يقتلوه مشهو بدون اي عواقب رد عليها بيكسس قال انا كنت اعرف زاكلي وكان بيكون سعيد انه يعرف انه عاش بالثورة يعني حكم وصار بالثورة والانقلاب ومات بالثورة ايضا يعني في النهاية ثورة صارت وقلبوا عليه واقتلوه والاهم من ذلك انه انا اعرف اللي اربع اللي ماتوا كلهم مين حتى قادة الشرطة السرية الثلاث اللي كانوا معا وقت الانفجار اربع كلهم ماتوا انا متأكد انه ما يبون يكون موتهم سبب في سقوط مملكة او في البث ما اني بذاكر انه حاليا الوضع مو وقت القتال الداخلي مو وقت الصراع الداخلي جايكم عدو من الخارج مفروض ان تكون الجبهة موحدة وليست متفرقة وصراعات من الداخل هنا نايل قال له وشو اذا انت بنا نخضع لارادة ورغبة اخوان الاخوان ييجر زيكي ييجر ويرين ييجر رد علي باكس بكل جدية هذا ليس خضوع وانما مفاوضات بنتفاوض معهم بموقع زيكي وهم المفروض يعرفون اذا كانوا لابد ان يتحدون العالم كله المفروض انهم ما يصرون في صراع معانا يعني بنتفاوض معهم بالطيبة ونخليهم حلفاء لنا مش اعداء لنا مانا بيصير اعداء معهم احنا راح نستمر بمراقبة التجارب اللي بتصير لتجربة التحكم بالعملاق المدمرين للارض ولمحطمين للارض لان احنا في النهاية مخاطرين بحياة الديا ومملكة الديا من زيكي خايفين ان ايرني يتصل مع زيكي ويصروا متحديين مع بعضها لحكومة الديا ويقلبون الحكم لهم وما الى ذلك حلا حياة مملكة الديا او جزيرة الديا جزيرة البراديس ككل على المحك وما عد في خيار ولا في فائدة من النزاع الداخلي ويكمل يقول ولكن لن نفاوضهم ولن نتكلم او نطالبهم بالتعويض عن موت القادة حقينا ذي الاربع اللي ماتوا لان اذا كان هذا هو الثمن اللي نجب علينا ندفعه من اجل نحافظ على حياة المئات بل ممكن حتى الالاف من رفاقنا اللي هم الشرطة السرية والشرطة العسكرية ويخضوا القتال اللي هم القوة العسكرية ضد زيكي و ايرن يعني ذيكي تقول هم الخسرانين ايرن بالذات قوة المدمرة والحلفاء اللي معاه وزيكي الوضع ما يطمن اخر كلمة قالها بكسس وكان قالها بثقة هذا سعر بخص يعني سعر بسيط جدا ندفعه مقابل الامن والسلام والاستقرار اللي بيسر للجزيرة كلها وعلى طول بعد اعطاهم الامر والان انطلقوا يلا روح نفذ المهمات كلهم على طول يسرح قضر زيدي تققل تحية يعني خلاص فعلا بكسس اصبح هو القائد ومن وجهة نظري انا اشوف بكسس هو افضل قائد ممكن يقودهم فعلا في مثل هذه الاوقات انا من البداية اكتشف بكسس الاكثر حكمة هكثر حتى من زاكلي المتصلة هنا قامت موس زنبيتو هذه سيدة قبيلة زنبيتو وقالت بيكسس ايها القائد بيكسس قال او موس زنبيتو انا عاسف ان اشوفت هال المسرحية الهزلية اللي قبل شو يعني عرض مثير للشافق كيف النزاع صار بين القوات الداخلية قالت لا طبيعي كل الدول تمر بمثل هذه التجربة يعني حتى دولتنا كان فيها صراح داخلي على السلطة رد بيكسس قال طيب بعد ما قل لها الكلام انا صراحة ما قدر اضمن لاش سلامتش فلو سمح تيروحي عند الميناء خليش جم سفينتش وجم قواتش لح صار ما صار انحاها شي لاني ما قدر اضمن لاش سلامتش هنا اظن اني بسوي ذه الشي واتامنى النصر لمملكة قلدي يعني تمانكم تجوحون في التجربة وانكم تتوحدون وتنتصرون في المعركة ضد الميرلي وضد دول العالم كلها قابل لاتامشي نادت ميكسا قلت لها ميكسا وحطت يد على اكتافا كذا مسكتت وقلت لها اسمعي لو صار اي شي وحسيت انش في خطر او كذا تعالي هربي معانا على سفينتنا يعني سفينتنا مفتوحة تعالي هربي معانا والروح الى دولة الهزرو لانه هي اساسا الوريث الشرعي لقبيلة اوزنبيتو شكرا لك على اهتمامك يا سيدة كيومي هذا اسمها طبعا كيومي اوزنبيتو ولكن انا من ابناء الالدين رغم ان امي تحمل دماء الوزنبيتو او دولة الهزرو انا بكون مجرد مصدر ازعاج لقبيلة الوزنبيتو اللي اجيت معاكم انا اريد البقاء في هذه الجزيرة وحمايتها من اي شي يصير مستقبلا يعني سوى انتصروا ذيلي او انتصروا ذيلي انا بتم هنا من اجل حماية جزيرة البرادايز ومملكة الالدين يعني انا من الالدين ارجوك لا تقلقي نفسك بمسئوليتي يعني لا تحتيني وتحسينيش مسئولة عني او لازم تحرصيني على حمايت ردت كيومي قلت لا عماذا تتحدثين احنا ما جينا هنا اللي عشانش انتي يعني قلت لا يعني لا تشغلين بارش بحمايت قلت احنا جينا عشان نحميش انتي ردت علي ميكسة بكل حقارة صلعتا عشاني انا ولا عشان الموارد اللي تحت الارض وردت ميكسة رد برضو وقح اكثر وقاسي اكثر انتي ما يهمك من يقود هذه الدولة طالما ان خطة محطمين الارض تنجح هنا مسكيومي ما قدرت تتمالك نعم نعم انتي معكش حق انا اتمنى ان الخطة دي تنجح لانا لو خطة محطمين الارض طلعت فاشلة ما انجحت ولا قدرت يتحكمهم بالعمالقة عائلتنا عائلت الأوزنبيتو راحت فيها لان اللي بيصير ان دولة الهيزر بتتبرع من قبيلة الأوزنبيتو بتقول ان هم سوى ذالشي من نفسهم يعني دولة الهيزر عشان تحمي نفسها بتتهم قبيلة الأوزنبيتو القبيلة الحاكمة هذه مع ان مش هم الحكام الفعليين فيه زي ما قلت لكم رئيس مجلس الوزراء وما الى ذلك فرئيس مجلس الوزراء والوزير العسكري وهذا بيتهم قبيلة الأوزنبيتو اللي هي العائلة الحاكمة يقول هم تصرفهم من نفسهم وتبقهم عجزات بردات من نفسهم احنا ما كنا مفقين على ذا الشي والقبيلة بتمسح بالكام ما راح تعود لها سلطة ولا قوة ولا شيء ومعنى كلام هذا ان كل الاستثمارات الفلوس اللي دفعناها بالتطوير وما الى ذلك من اجل ان نجح هذه الخطة متصراحة والديول اللي علينا بتعني نهاية قبيلة الأوزنبيتو فريفر انتهت مسحة وترد ميكا تقول هذا سبب اكبر بالنسبة لاني ما اعتمد عليكم انتم ممكن تمسحون اعتمد عليكم في ايش هنا عد مس كيومي او مس اوزنبيتو ردت رد شوي قوي يقول لربما فعلا قبيلة الأوزنبيتو تغيرت في الظروف الصعبة اللي مرينا فيها دي وقد ان الاغلب يسمون حالين مجرد عجز يدورون عن الفلوس طماعين وما الى ذلك ولكن نحن لم نفقد فخرنا ومعزتنا وكبريانا كقبيلة اوزنبيتو الفخر اللي امش نقلتها لاش اللي هو الشعار اللي حطتها على يدش والدماء الملكية والدماء القبيلة الاوزنبيتو مهما حدث لهذه الدولة انا فعلا نبي نحميك يا ميكاسا يعني فعلا نحن مو بس طماعين بالفلوس ما الفلوس صدش طماعين ونبي فلوس ونبي نبي بس برضو نبي نحميك انت يعني انت شيء مهم بالنسبة لنا انت فخرنا وكبريانا ومصدر فخرنا وكبريانا نبيك وزون العذارك حاليا بعد خذ الدماء لك كرمان ميكاسا حاليا دابل يا جماعة وهم طالعين حاليا هانجي معها ميكاسا ارمن جان كوني ومعهم ايضا امبون يونكون هذا اللي من جيش المرلي متطوعين توقع جان او كوني قاد يقول مستحيل نرجع لشتغل مع ايرن بعد ما قاتل القائد العام زاكلي ميكاسا ردت عليه بكل صوت عالي هاي شو قاعد تتهم بذلك احنا ما نادي حتى انا اذا كون هو اللي قاتل فعلا ولا لا يعني اوكي جماعة ايرن او اللي مسامين روح من مناصرين ايرن هم اللي قتلوا زاكلي بس هل بيامر من ايرن ولا مسووا ذلك من راسهم على الأغلب سووا من راسهم لان ايرن ما كان يهدي حتى انه مقتله كلام ميكاسا على حق بس هم ما يدرون هم ما يدرون كيف ايرن فعلا ايرن امر ام لم يأمر فواحد ثاني يتوقع ارمن او كوني هاي هاي ميكاسا نزلي صوت لا عادي يسمع عش تقلين ذلكلام الناحين كل من التهمين ايرن على ان عدو الدولة يكمل هنا جون يقول تديني انت احنا كله مشكون نحنا اساسا من من مناصرين ايرن نحنا من حزب ايرن وممكن نقلب عن في لحظة فعلا طول كوني اكمل يقال يا ميكاسا قول لي انت في صف مي في صفنا او صف ايرن ردت ايرن قلت لا انا قلت لك قبل شوي اني انا وارمن كنا كنا بننفجر في القنبلة كان الانفجار بيصيبنا احنا اليس هذا كافي لكن يثبت لك ان احنا في صفك يعني ويثبت لك اننا ممكن حتى برضو ايرن وليسوا ذا الشي لو ايرن بيعمر من ايرن مستهلنا يفجر القنبلة واحنا اقراب منها بذل طريق الصراحة عليهم هنجي قلت اوكي خلاص يكفي يكفي نقاش وهذرة مثل ما قال لكم بيكسس الصراع الداخلي راح يقودنا الى السقوط بخلي دولة الالدين كلها والبرضة يستسقط يستمرين في الصراع الداخلي وحاليا فرقة استطلاع ستسقط ان تمينا في الصراع الداخلي هذا اللي تخضون جان يرد على هنجي قال طب اجل معنا كلامش ان ما عندش اي مشكلة في اننا ناثق بالخطة ونعطيها ليرن وزيكي تبين نفذ بعدنا خطة ايرن وزيكي هنجي ما عندش اعتراض على ذا شي قالت لها كلا انا ضدها هذه الخطة مو من صالح لنعتمد على ذا شي كلام هنجي هنا جدا جدا بكي تقول انا متأكد ان زيكي ولينا كانوا حطين ذا اللي صار كلها من ضمن خطاتهم ولكن رغم ان خطاتهم مشت زي ما هم متوقعين ولكن اكيد كانوا حطين خطة احتياطية نظام امان صمام امان يضمنون اجهر خطاتهم لانه كانوا دائما نحطيه في حساب انها بنظل نشك فيهم فحاليا فلويتش ورفاق اللي قلبوا علينا وشاروا الاخبار للجرائد وهربوا ايرن هذين من ضمن المطلوب بنا احنا كفرقة استطلاع ان احنا نعرف وشي خطة الامان اللي منفذين وقاعدين نشتغلون عليها في ذا الوقت قبل ان يخدعون مرة اخرى زي ما صار مع فلويتش وذي انهم مسربوا الوراقل جريدة وفجروا القائد وحربوا ايرن لازم نعرف شو الخطة الاضافية اللي حطين احتياطا ونصدها ونوقفها قبل لا تقع ونبدو احنا كحمقى من جد يعني حمقى وتكمل اخر شي تقول قاعد طبعا كلام يكون مجرد تخيلات جامحة جدا يعني اني مبالغ في قوة زيكي وإلينا ومبالغ في الحذر منهم بس ما رح يضر انك تكون حذر ما رح يضر هذا قصدها فعرمي تقول طيب عندش اي ادلة اي شي كذا نتبع نحقق فيه قالت هنجي نعم المتبقين من شعب الميرلين اللي نقلبوا معانا اللي مثل نيكولاي اللي سوى المطعم واللي دافعت عن حقوقهم بضراوة في المحكمة كانت تكلم هي مع هنبون يكون من قبل ان هنبون يكون قال حق هنجي إلينا في السابق كانت تقتل ذيلي من الميرلي بكل برود ويوم بدت تدافع عنهم عن حقوقهم البشري وانه لازم يعيشون نعيشة طبيعية وكذا في مصطد بلد كلهم كانوا مستقربين بس كانوا شكين انه إلينا جاه تأنيب ضمير وهو تحاول تتعدل أو تكفر عن البلاوي الزرقي اللي سوت فيهم من قبل فهنجي صحت نعم صح صحت قلت لا 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 دفاعها المسلمية عن ذا المطاعم اللي يملكونها دفاعها المسلمية عن حقوق شعب الميرلين ذيلي اللي حليملكون مطاعم عندنا مثل وهنا بدأت تدافع عنهم دفاع مستمين شو اللي فعل انتقل ما اشهد عند المطعم واحد من رفاق نيكولاي جاي قال نيكولاي لقد وصلوا للي انت دعيتهم قال اوه اخيرا وصلوا جايبين لك الاطفال يتام اللي عائلة ساشا امها وابوها والاطفال اللي هم متبنين هم كلهم ايتام والاطفال يتام يقول اوه قابي اللي حلينا اسمها مايا شفيش يا مايا ومو على بعضش فتقول اه اه والشباب يشبن علي انت شكلش فتاة ريفية ما قد دخلت مدينة ومباني ومطاعم يعني شي جديد بالنسبة لاش قالت كلا كلا لانا نقابل هي طبعا في المرلي تخلط مطاعم زي كده عايد بينما هي قلقة وقعد تحاتي نيكولاي اللي بتقابله فهي قاعد يقول حق كايا اللي انقذتها ساشا كايا متأكدة فهل ان في احد من جيش المرلي موجود في ذا المطعم كايا ردت نعم بس انت بيخليش وقف بثبات ان ترى فيه شرطة عسكرية يجون هنا كثير في المطعم يزوروا المطعم باستمرار فلا يشوفونه شو يتعرفون عليش يلاحظون تحضر الغرفاتش الغريبة تصرفي بشكل طبيعي فالك يقول انا بس عيد انه اللي بنقابل واحد من مرلي واحد من مرلي حقيقي من جيش المرلي الحقيقيين طلعني كلانا من المطمخ يقول مستر بلاوس شكرا لقدومك الى هنا وووو جبت معاك الشعب كلها ويرد علي ابو العصاشي يقول ولله شكرا لك عالدعوه بس تكل الدعوة مفتوحة فانا جبت ده كل لنا يلا خصوصا ان انت قائل لك كل شي بالبلاس يعني ممشي ولا انا ليس كذلك يأكد علي انت تقول لي بعدين ادفع ولكنك ليقول لا لا انا قائل لك خلو اليوم علي وهي عرق كده يا الله يزن نكبه اذا لو ادري مع عزمت اه جيب لي الشلة كلها يا ولد عزمته يا زوجته مو بتجيب لي الليال كلهم. كايا بدت تعلم حاليا قابي فالك تقول هذا نيكولاي هو واحد من جنود الميرلي اللي دلونها المطعم. وهو اللي دعا مستر بلاوس انه يجي للمطعم. هو اللي عزمنا اليوم هنا. حاولوكم تسألونا تستفسرون منه شون ترجعون تعلمونا انكم انتم من ميرلي وكذا. قابي شكت قال طيب ليش دعا مستر بلاوس صاحب المزرعة وهو موش عسكري. معنى شو تقولي انه اغلب زوار المطعم ذيلي عساكر. فهين كايا بدت تشعر على ما قلت او ما قلت لكم اختي الكبيرة هي بنت مستر بلاوس واساسا هي جندية في السابق. يوم ماتت في في جنازتها في العزة جاء هذا نيكولاي ودعا عزم مستر بلاوس قال تعال خلني اطبخ لك مثل ما كنت اطبخ لبنتك. لانا من قبل البنتك انا تجي تاكلن عسكريا من الجيش. فهو يطبخ للناس اللي من الجيش. وهنا كايا علقت قالت تبوري صراحة اظن انه كان يحبها. انا شافته شون كان يبكي عند قبرها كايا كانت موجودة في الجنازة. كايا ومستر بلاوس يعني اوم ساشا وبساشا كانوا موجودة في الجنازة وشافت كايا يبكي على ساشا ويعزم يقول تعالا. هنا قابي قال. اههههههههههههههههههههه الميرلي يحق بوحده من الالتين بس اذا محرم ممنوع كايد قولها ليش ما ادري بس محرم ممنوع وكايد قولها طيب ليش انا قابي مربية من اليومنا صغيرة ان ممنوع ما يجوز ان اي احد من الميرلي يتزوج احد من الالتين والعكس صحيح جاب المشهد على فالكو يقول يا اخي في شيء مضايقني انا شاك في شيء الوضع ما يطمن بس يا اخي ما يهم محيلا انا جيعان وقدام يأكله بديه هاكل على طول جايبين لك يوم بره في الطاولة قاعدين يأكلون مستنسين اللي هم ربعنا ونيكولاي في المطبخ يقول انتظروا انا قاعد اجهز لكم الطبق الرئيسي يعني اللي كالتوذي كلها مقبلات بيجي لكم طبق رئيسي ما يخرش المية لذيذ جدا جاي صديقة وقال له نيكولاي في زباين يابونك قال في ذلك الوقت مين اللي جاينا انا عندي ضيوف قال لي جايناكم فرقة الاستطلاع اللاهو يخرب بيت الكاتب شنون رفطت كذا شوف كيف جابلونك هنجي في القاسر الان هتقول خنروح للمطاعم عشان سنحقق لانا الينا كنت شوف الربط مجنون مجنون كاف جاب فالكو وقابي الي المطام وفو نفس الوقت جاب فرقة الاستطلاع جان وكوني وميكاسا وارمن وهنجي للمطعم نفس اللي موجود فيه قابي فالكو مع نيكولاي يا الله تحس الكلام اللي كان يصير في الفصل السابقة تحس انه ممل ملأ لازمة لا كله كان طبخ وتجهيز لأجل هل لقد طبخ طبعا طبخة درامية مش طبخ 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 طلع طبعا نيكولاي وشاف فرقة استطلاع موجودين قال انتو اشتبوا جاينا الحين عندي ضيوف مهمين جدا قالت لانجي ايكي لا عادي راح اخلص شغلك ما حلما استعجلين مستناك بس بعد ما تخلص محتاجين نتكلم نتكلم ايك عن موضوع حينجي بدأ الترقق قال اه تأدري ايه بسألك عن بعض الاسئلة كيف وضعك وشون امبن يكون قطع السال فقال لا بسألك عن المتطوعين اللي علينا ربعها اللي اريدي تم احتجازهم في عندنا بعض الاسئلة بسألك عنهم هنا جاب لك الكاتل الصورة عن نيكولاي وبدأ يعرق قال اوه اوكي حسنا دخلهم على طول في غرفة خاصة قال اوكي طيب ممكن تتظرون هنا فهنا نيكولاي جابهم من الغرفة ودخلهم قال اوه ما كنا ندل عن ذا الغرفة هذه غرفة خاصة هالي المحجوزة حق ناس خاصين قال لا ايه هذي فعلا خلينا حق الشرط السرية شويلا جان انتبه في ان في الدولاب شراب عليه علامة قال اوه هذي الشراب الساكي اللي سمعنا عنه كثير واللي سمع لنا ما يشربون الا بس الرؤساء الضباط اللي رتب عالي نايل وروق وربعة كون يعلق طيب احنا بفرقة الاستطلاع مو بحنا برضا الضباط احنا رتب عالي احنا اعلى شيء بفرقة الاستطلاع قال لا جان ايه معك حق والله محتقلين ياخدت عنا الضباط نستوال على قل يشرب بدي يفك الغطاء يبي يفك الغطاء شويلا جاه نيكولاي وشاله من يدك واخر يدك عن ذا الشي يسحبه وشاله منه وكلهم صدمهم ردد فعل نيكولاي الحادة جدا والسريعة فجان قال هاي هاي هد وضعك انا بس ترا كنت امزح يعني مو من جد ابي اشرب نيكولاي قال كلمة شوي غلط قال هذا الشراب بيكون مضيع على واحد مثلك من الالدين هذا كلام عنصري المرض ما يقوله هنا جان غضب جدا ومسكه من هنا وتجرة كذا قال هاي شا قاعد تقوله شا قاعد تتكلم تظن ان الشراب يهتم اي عرق اللي قاعد يشربه يعني غير شا بتهتمه وتفرق ايام كان عرقي او اصلي بيفرق شلي يشرب اذا الشراب ما يشربه من المرلي او من كش تالكلام ورجع نيكولاي هنا ويقول لا تلمس ان ايه والالدين بس اني كنت طيب معاك بداي لا تظن اني انا طيب معاك على طول ولا اني انا قيرت رايي فهنا جان عصر وقال له دي سيت منو انت هل تظن انك انت يعني كفو تتكلم اي لا انا مجرد سجين حرب صاح يعني انا وانت نفس الشي زي ما انا قاعد تسميك الالدين انت قاعد تسميني سجين حرب ما اختلف من انت انا وانت واحد وخذ الغرش وطلع كواني مستغرب يقول ش تالفتها به يعني ش تالت صرفات غريبة يوم طلع من الغرفة اوه رجع يعني رجع من فوق بيروح للمطبخ حين فرصاتنا يعني فعلى طول فالكو بيقول اوه بطني علمني واش فيه فابو ساشا قل له بيني ممكنك شيء ما تقبلته اتوقع اني لو رحت الحمام برتاح بروح حمام بسرعة وباجي ورايح طلع قام منطلق قابي لحقيته قالت انا بروح ساعدك ش تساعدنينا بروح حمامي حمامي وين بتروحني ما يصلاح ما يصلاح وكايد قل لهم قد لك حظا سعيدة يعني يعني تتمنى لهم ملحظ انهم ينجحون في مهاماتهم انهم يقلعون نيكولاي يساعدهم جابوا لك نيكولاي موجود في المطمخ تحت نزل في القبو وحط الغرشة على الطاولة وقاعد زي اللي متوتر مرتبك خايف شاف قابي فالكو نزاله وقال لهم ترى ما في حمام هنا الحمام فوق شابكم هنا غلطان يمضيعين فالكو قال لهم احنا ما لحتاجة يدخل حمام وقابي تقول له نعم احنا جايين من ميرلي احنا مرشحين لمنصب المحاربين اللي يعني من الميرلي بس مرشحين احنا ميرلي شرفيين حصلنا على الشارع ان احنا ميرلي شرفيين لما كانت بتفسخة نيكولاي يقول ها ونصدم يعني مو مصدق اللي قاعد يساقلونا وعلى طول فالكو يكمل نحنا مؤمنين ان فيه هجوم كبير وجبار بيجي على هذه الجزيرة قريبا من دولة الميرلي ومن دول عالم كلها وقابي تطمنا تقول ارجوك تحمل بس لما ييجي الجيش يفزع لك يعني وقل للرفاقي كلهم بلغهم ان الجيش جاي الفزع جاية واني كلها يقول لحظة لحظة ليش مرشحين لمنصب المحاربين مثلكم موجدين على الجزيرة جابكم هنا قابي زي ما تقول متوترة وفرحانة وقع على طول انطلقت قبل شهر الشياطين الملاعين ذي ليه هجوموا على مدينة ليبروفي هجوم مفاجئ على الرغم من هذا الشي بيكون صعب عليك تصديقة ولكن احنا ركبنا على بالون او طيارة اللي هو المنطاد الكبير عائدي لهذه الجزيرة وركبنا فيه جينا لين هنا نيكولاي سمع القصة سامع القصة كيف ساشا ماتت يعرف ان في ذنين يركبوا واحدة منهم طلقت على ساشا فبدا يستوع بدا مخي لا لا شابهم هنا يعني هذي اللي اقتلوا ساشا فهي لو بنظرت غضب ورعب وصدام هل هل قتلته جندي ليكون بعد قتلته جندي فتاة يقصد ساشا طبعا فالك وانتبه يعني اش درا ان احنا قتل له اش درا ان احنا قتلنا فتاة حس بالموضوع بده يركب الفكرة فالك يقول ها وبينما قابي فرحانة سعيدة بالانجاز الحقيقة اي انا قتلت اي اجل انا من قتلتها انا من اسقطتها فالك يقولها قابي انتظري لحظة لحظة وقابي فرحانة تقول بس انا ما خلصت العالم الا من قليل اللي ما خلصت من واحدة بس او اثنين لان اقتلت برضو اللي تحت قبل لا تقتل ساشا انتقامنا الحقيقي اللي ما فعلوه بدي يرينة سيأتي قريبا فرحانة قادت تقول لها وفالكو جاي من وراها اي اي قابي وقابي تتلعي تقول اشتبي هاش فيك خلني اتكلم خلني اتكلم الرجال وخلص نيكولا يقول اذا انتي من قتلها جابش الله عندي وفجأة كلهما قابي وفالكو خافوا وخلص تحول الى وحش كاسر طبع خلص ما قدر يمزك عصابها انتي من قتلت ساشا ليس كذلك بيفقع راسها بغرشة الخمر وكالعادة الجندي الحامي لقابي الله يصلحك انها ديك يا فالكو قفز وحماها والضربة كذا بوم على راسها كسر غرشة الخمر على راس فالكو سقطت قال بي وفالكو ارضا وذا لازل حاقد وقابي اول ما قام فالكو فالكو شو اللي صار من صدمة مم صدقة شو اللي صار تولنا قاعدين يتكلم هذا الموروض اننا امان هذا الموروض اننا في صفنا خويننا ولازلتشوف الدم يصب من فالكو فالكو شو فيك فالكو توت التفت اللي بوم لكمة ثانية في وجهها من نيكولاي حاقد حاقد فجأة شال نيكولاي فالكو بيد اليسار وجر قابي ورماها قدامهم وجايب معاه سكينة فقام ابو ساشا شو اللي صاير شفيك شفيك شو ياها تتسوي في بنه مايا ونيكولاي واقف يقول لقد كانت هي السبب هي من قتلت ساشا وماسك السكينة بيده هي من اخذت حياة بنتك وجايب لك الكاتل ومجا قابي دماء يسقط بالخشمها وجهها من صدم مم مستوعبش اللي صاير فالكو فقع راسك قدامه ويد دماء تصب ومطايحه وذا ماسك عليه سكينة ونص وقاعد يفضحها قدام العالم شلي قاعد يصير ويكمل نيكولاي يقول قد تبدو لكم انها مجرد فتاة صغيرة ولكنها مقاتلة مدربة من الميرلي هي قاتلة محترفة هي من اصابت بنتك في طلق ناري في السفينة ومراجعين وقابي من صدمة تقول بنتها بنتها تنتفت على ابو ساشا واقف قدامها انا قسات بنتك شوف الصدمة النفسية اللي الكاتب حطاها فيها ويجبون لك هذا نيكولاي من بابنا يعني انت احق بالانتقام مني يا ابو ساشا مستر بلاوس يا سيد بلاوس فضل عطاها السكينة في يده اللي متقتلها انت فساقتلها انا يعني انا جاي يعطيك الفضل او الحقية انك تنتقم لبنتك وتقتلها ما بقتلها انا قابلك انت احق لانها بنتك في النواية بس لانت ما قتلتها فانا عشيقها اللي احب ساشا بقتلها معنى اني ما صار بينهم شي بس مجرد حب اا انا الان من نظرة يعنى م اههه ها جابوا لك ارمان فاتح الباب بطل واجبوا لك من كيسة و تقولها و شيالي يصير? و هنجي يطا messer عند الباب هناك فارمان انوي تقول ان وضع سيء جيبوا جيبوا الشباب كلهم متعالي بسرعة دخلوا وربعنا فرقة الاستطلاع من دي الباب نيكولاي واقف عند الباب ماسك ماسك فالقه في يده ولا تزال السكين الثاني في يده لان خاف من ذي لي جوم رجع يده مسك السكين ما عطاها ابو ساشا واول ما دخلوا فرقة استطلاق قلوا ها هذي الفتاة اللي اقتلت ساشا يعني خلاص الموضوع تأكد ما عد فيه انت مجال للشك يا ابو ساشا ولا ايوم ساشا تشكون ان هذي البنت اللي اقتلت بنتكم ولا لا من يقول الله يمنفس لا هذا ربع ساشا ولي كانوا معها لحظة موتو قلت يقولك ان هذي البنت اللي نجيبه اياك هي اللي اقتلت ساشا شجابها عندك البيت فالجند كلهم يقولوا شلي صاير شلي صاير احنا سمعنا ان اذا اثنين قاعدين يهربون لهم فاترة قاعدين يهربون ولكن يا نيكولاي شا قاعد يتسوي لانت ليش ماسك واحد منهم ماسك في يدك السكين اش تبيل تسويش تخطط عليه وفي هذه اللحظة وكان طبعا لازل ماسك فالكو رفع فالكو كذا وثبتها وحطوا السكينة على رقبة فالكو قال لا تقربون انا كل اللي ابي بس ابي انتقهم لسعشة بيقتل اللي قاتل سعشة وهنا اخيرا اخيرا مشاعر المحبة لامحماها للمرة الثانية والثالثة تفعلت عند قابي قتلة لا 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 تقتل فالكو اخيرا حست انها ملا ذنب وانها موجود بس عشان يحميها والله قرد بحمايتها وهنا نيكولاي غاضل يقول وش يعني لاش ذا الفلد هو قفز عشان يحميش لابد انها يكون عزيزة عليش تعزينا انتي تحبينا صاح انا برضو كان عندي شخص عزيزة علي سجنها قلدين من نسل الشياطين زي ما تسمونهم انتو ولكن كانت تستمتع بالاكل حقي وتحبه وتمدح اكلي هي انقذتني من هذه الحرب العديمة الرحمة والعذاب اللي انا كنت عايش فيه والصراع النفس اللي انا عايش فيه هي اراتني كيف اصبح ومن يجب ان اصبح شخص يجلب السعادة الى الناس من الاكل من خلال الاكل بالطبخ اسعد الناس بطبخي ما ابي اتشارك في حروب ما بيقتل احد ما بيحد يقتلني ابي اسعد الناس بالطبخ اللي انا اطبخه بس طباخه انا بس ابي اسعد الناس بطبخي وهي اظهرات لي فعلا انها رغم انها من الالدين لانه كانت مستمتعة بطبخي وتحب طبخي بشكل طبيعي لدرجة اني احببتها و احبتني تلك الفتاة كان اسمها ساشا بلاوس الفتاة التي قتلتها يا حقيرة ما قال لها حقيرة انا من عندي هذي بدت قابي تبرر لنا بس تقول انا انا ايضا خسرت شخص عزيز علي لانه ساشا قتلته قدام عيوني طبعا هي طلقت ساشا قتلته حارس البوابة بس حارس البوابة ما كان شخص عزيز عليش يا قابي انتي تقل فيه وتقولينا شخص عزيز عليش بينما في الواقع كان الحارس حق المحكر اللي انتو فيه حطيكم في محاكر ونقفلين عليكم ولا كان يحترمش ولا يحبش ولكن بالنسبة لها انت مجرد فتاة صغيرة فقط لغير وساشا حميتش ما قد تقتلش كان ببقانا تقتلش ولكن حميتش ما قتلتش صحابة المسدس يلا الطفلة وتركت ليه تقتلتش ذاك اليوم فتكنا منش ومن عذابش وعمش الله ياخذش فقعدت برره تقول هي قتلت قابل يعني ساشا قتلت اللي اعز عليه فانا قتلتها يعني هي اللي بدت بالقاتل قابل ونيكولاي رافض النقاش ما يهمل اللي قتل اللي ثاني قابل وقابل ازا تتكلم بكل حقارة عد الى واعيك انت جندي من المرلي لابد ان تلك الشيطان اوقعتك فيه فخها خلتك تتعلق بحبها لا تدع الشيطين ينتصرون عليك او علينا طبعا بعد هذا الكلام الحقير ما عد فيه خيار ثاني قدام ابو ساشا لانا ينتقم البنته بعد ما الكلام اللي قالته عن بنته فمد يده لنيكولاي قال ليكولاي عقل السكينة خلاص يكفي مو بكافي ان اقتلتها بعد قاعد يقول عنا شيطانه واسحرتك ومدري ايش جيب خلني اذبح انا يريت اذبحها خذ مننا السكينة طبعا نيكولاي ما تردد عطى ابو ساشا السكينة لانا المرض ان هو اللي ينتقم هو لحق بالانتقام من البداية هذا وجهة نظر نيكولاي خذ السكينة وقرب من قابي فهين هنجي قالت له مستر بلاوسي اكفي توقف ارجوك ارمي السكينة من يدك فهين بدأ ابو ساشا يتكلم قال ساشا كانت صيادة انا علمتها الصيد بالسهم والقوس من يوم كانت صغيرة كنا نخرج لاستياد الاكل منذ الصغر منذ كانت طفلة صغيرة ولكن حال الوقت يعني بعد ما تتمر السور ماريا ان احنا لم يعد بمكاننا العيش كصيادين بعد الان لذا اجبرت ساشا على مغادرة الغابة يعني انا اللي اجبرت ان تطلع من الغابة وتروح تدخل في الجيش وتتدرب بعدها اصبح العالم اكبر يعني ما كان بس مجرد جدرون اكتشاف لنا في ناس بره ودول اخرى وساشا اريد اصبحت جندية ذهبت الى دولة اخرى وقتلت ناس وتمنت طلق عليها وقتلت في حرب يعني هذا المتوقع في حرب تقتل وتقتل اللي تضح لي ان كنت اظن ان طلعتها من الغابة يعني خلاص الغابة ما في امان يا اما تأكل يا اما تؤكل هذا الوضع الصياد اذرنا لا حتى في العالم الحقيقي نفس الشيء مثل الغابة يا تقتل او تقتل هذا اللي صار مع ساشا اظن ان ساشا قتلت لانها تاهت في الغابة بعيدا في الغابة يعني احنا من طلق يستخدمنا الصيادين اذا لا تتصيد لا تروح في مكان بعيد في الغابة بعدين يصطادونك الوحوش يقتلونك الوحوش المفترسة اللي اكبر منك واقوى منك ويكمل ابو ساشا بحكمه كلام حكيم جدا يجب ان ندعي الاطفال على الاقل يخرجون من هذه الغابة وإلا الكارثة والمساسة تتكرر مرة بعد اخرى يعني اذا احنا قتلنا قابي بيجي بعدين اللي بيقتلنا لان احنا قتلنا قابي والمأساة دي بتستمر كذا هم يقتلون منه احنا نقتل منهم بما ان احنا ناس بالغين مش اطفال زيهم احنا اللي مفروضنا احمل على عاتقنا تحمل احقاد احقاد الماضي احنا اللي لازم نتحمل على اكتافنا تحمل عبء اعقاد الماضي طبعا هو يقول هذا الكلام اعطى زوجة السكينة وزوجة اخذت السكينة وحطتها على الطاولة يعني كدليل ان لا ابو ساشا بيقتل قابي ولا حتى ام ساشا تبغى تقتل قابي كلاهما كانت السكينة في يدهم وكلاهما تنازل عن حق الانتقام وقاتلوا حطت السكينة على الطاولة مو بس كذا الا امروا نيكولاي نيكولاي دع بن يذهب طبعا بن اللي هو فالكو هم يسمونه بن الاسم المستعار حق اللي قال اللي هم هي واول ما ابو ساشا مسك فالكو في يده فرقة استطلاع هجموه وثبتو نيكولاي على طول مسكوه ومي كذا جات هراعة الى قابي اريني يجي روحك يعني وريني شون واجهش مصاب وين الدم ش اللي يصابش فيه بالضبط الدم ليني طلع وابو ساشا وام ساشا قلت قلوا مايا هل انتي بخير وقابي مم صدقة انتو حقا يعني انتو فعلا انا قتلت بنتكم وسمحتوني من جدكم مم صدقة مم صدقة صدمت العمر بالنسبة لها انتو حقا ما تكرهوني وفي اللحظة اللي قالت ما تكرهوني ما تحقدون علي جاب لك الكاتب كايا خذت السكينة من فوق الطاولة ام اقتلها يا ليك اقتل حتى العالم ولأول مرة في تاريخي اتمنى موت طفلة في منغا او في انمي يا عالم ش كنتي سنو يفيني ذا الكاتب ش كنتي سو يفيني ذا الكاتب ترى طفلة في النهاية ولكن خلاني حاقد عليها لأول مرة في حياتي احس اني نادم ان مي كاسة طبعا لاني ما يعرفش ما صار مي كاسة قفزت وامسكت يد كاذة قابي قبل تطعن قابي فكنت تتمنى انها ميكسا وخرت وخلت فعلا كاية تقتل قابي ولكن صدقوني صدقوني الكاتب يبغى يغير شخصية قابي قابي كانت تكره فالكو وتقول انقلع عني راح عني وهذا وحين حبتها بعد التضحية الثانية له قابي شافت قدام عيونها الناس اللي المفروض اكثر ناس حاقدين عليها وينتقمون منها ويبنوا يقتلونها ام وابو ساشا سامحوها واحب الناس اللي حمتها ودافعت عنها وجابت تلينين عشان تقابل اللي من الميرلي كانت تقتلها واللي من الميرلي برضو فقع وجهها وكان يبي يقتلها وفقع رأس فالكو خويها صدمات عاطفية متتالية من اجل تغيير شخصية قابي اذا اطلعت قابي بعد الاحداث ما تغيرت ما تغيرت بذي مصيبة صراحة مصيبة يعني تتم تظل احقر شخصية بتفز بلقب احقر شخصية في عالم المنقة صراحة فاللحظة اللي التفتت فيها قابي خلفت وقال كاية شوف كاية كده معتكم بتقتلها ومن صدمة أم وأبو ساشة يمسكون كاية وكاية تقول والحفظة كيف تتجرين قتلتي يا أختي انت قاتلة أنا كنت بدنش صديقتي وعارمن يقوله حق ميكسة احضريها هنا جيبي قابي في غرفة ثاني خلنططلع من هنا وأي طالع قاية تنظر قدامها كيف كاية قاية تبكي بحرقة على موت ساشة وكيف أن أبو وأم ساشا مسكين كايو يهدونها ويهدون من غضبها في نفس الوقت هم أيضا يبكون نيكولاي يقول الطبق الرئيسي اللي طبقته لكم برد حاليا خلاص خربت الطبق وخرب كل شي بعد أن يطالع في فالكو مسكين وهنا اعترف وبكل صراحة وصدق هنجي اغسلي ثم هذا الفتى بسرعة عن الخمر اللي شربه لابد أنه بعض من قطرات الخمر بعد ما ضربته على راسة خالة دخل ثمه حاولي تغسلي ثمه بسرعة فهنجي قد قل له ها؟ بعد أن يكملوا تعليقه قال على الأغلب أن الوقت فات الأوان يعني ما في فايدة من النش تغسلي نحن بس لازم تغسلينا وهنا هنجي تسأله قلت له لحظة هل في شي في ذا الشراب اللي انتخدته من الغرشة الشراب اللي أخذها من قدام جان وكون يرفضون وميشربون منه وقام يتخانق قيام فجأة يقول له قصي أكيد في شي ورد نيكولاي بكل استثناء وخلاص يعني هو فقد عزيمته في الحياة كاد يقتل طفل يا جماعة صدمة عاطفية وذين يجئين حق يقوم معاه شكين فيه فخلاص خربت خربت قال أظن على الأغلب أنه موجود في وسط الشراب جزء من السائل النخاع الشوكي الخاص بزيكي يغربات الكاتب هنا صلاحة اللازمة بتدح أخونا الغالي أبو عمار عادل برافو 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 أحد مشرفين منتدى الجوجل بلاس من تلك اللحظة أنا طبعا لمحت عليها في الانطباح ذات تذكرون قبل ثلاثة أربع فصول يوم شابهم يشربون الواين بتهلم الممكن أذكر قيلتها في البث أو في الانطباح كانت نظرية أخي أبو عمار ممكن في الواين أو شيء زي كده في شيء سم أو من هذا القبيل وكان في ذاك الوقت أبو عمار قال لربما أنهم حطين نخاع زيكي فيه فقد تقول معقولة يعني مم طبيعي ده الكلام وشوف بعد أربع خمس فصول بوم في الجبهة تم تفجير الجبهة بنجاح زيكي كان حط خطة احتياطية ولهذا السبب إلينا كان تدافع عن حقوق السجناء ذيلي هلما تابعهم يستمرون ينفذون الخطة حقتها هلما يحطون جزء من سائل النخاء الشوكي في الواين في الشراب وفي الخمر هذا عزنا ذيلي رؤساء الشرطة العسكري يجون كل يوم يشربون بعدها على طول زيكي يصرح صرح حقته متى ما جاء الوقت المنصب يتحولون كلهم إلى عمالقة مطعين وخدهم خاصين بزيكي شوف الخطة الاحتياطية اللي مسويها الحقير الكلب هذا زيكي صراحة هو مع الكلب حقته ألينا طبعا بايك هي العملاق الكلب ولكن مش تابعة وياها هي حاليا موجودة بس مو في خدمة زيكي هي موجودة من أجل خدمة الميرلي فالعناصر اللي موجودة في الساحة قاعدة تتعلب يا جميع متخيلين أنه فصل كامل فصل كامل لا ايرين ظهر ولا زيكي ظهر ولا ليفاي ظهر فصل كامل بس على الحبكة الدرامية وفي نفس الوقت كيف أنه فرها 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 وخلى هنجي تكتشف فعلا خطة زيكي مو بس صدفة هي كانت شاك هي جاية حقي بس ما كان بيعترف نيكولاي بكل ذا السهولة لو للصدمة العاطفية اللي مر فيها مع سالفة قابي وفالكو كيف أنه قابي وفالكو رغم أنهم هربوا في السابق رجعتهم اعتقالهم من جديد ولكن بعد تغير شخصيبته 180 درجة مرورهم بكيف أنهم عرفوا ماضي ساشا وسمعوهم بأذنهم وكيف نحن عرفوا أن اللي حماتهم وانقذتهم وحطتهم في الأكل وهي نفس الشخ البنت اللي حماتها ساشا يا الله يخرب بيت الكاتب يا الله سيناريو درامي مجنون 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 صراحة كاتب الجمع العمالقة كل ماله ويتعمق ويتفوق على نفسه في الحبكة الدرامية والقصة والحماس يعني أنا متحمس لللي جاي ومن قهر أن اللي قاعد يصير ما في أكشن بس في نفس الوقت مستمتع بالفصول هذه أنه قاعد يتكشف الخطط والاستراتيجيات والوضع الدرامي والفلسفة الدرامية اللي قاعدة تصير من اللي صح من اللي غلط تشوف عن النقاش في المتدى يقول لك لا هذا غلط لا هذا غلط لا تتمنى يموت لا هذا المرض يموت هذا ما لا ذنب هذا لا ذنب هذا اللي يتحمل هذا اللي ما يتحمل يا الله يا الله برافو 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 عليك إسيامة أبدع كاتب هجوم العمالقة قاعد يبدع في الحبكة والقصة يوما بعد يوم على مهم كذا انتهى انطباعنا لهذا اليوم لهذا الفصل انطباع مجنون جدا شي اللي بيصيرها الحين كيف يتفقون مع إيرن كيف يملغون إيرن نزيكي مسوي خطة زي كذا كيف بيأثر الشي اللي يوم سوى هل فعلا شربوا والقادة نايل وروج وذين اللي نشربوا الريدي خمر فيه نخاع شوكي ولا هذي الغرش الوحيدة اللي كان فيه نخاع شوكي بمعدي يشربونا حتى الان فيه اشياء كثيرة كثيرة فراسية بيسألها تساؤلات طرحة والنقاش فيها بياخذ ساعتين ثلاث ساعات زيادة فلهذا السبب موجود بث المنقل لكل اسبوع نسوي يوم الاثنين ساعة ثمان ونص بتوقيت السعودية أنا قلت لكم من قبل أن احتماظ سبع ميت كوم يرinkوا بث Vielleicht فيatore graduate خصوصا بوجود أخي غالي وفي الأحسا وصال نعم وقت الحلقة هذه ما وجود إن شاء الله إذا بيمدلنا الليلة إن شاء الله يا رب إن شاء الله إذا بيمدلنا اليوم إن نحن نبث الأثنين أنا قادة تصور صباحية الأثنية إذا بيمدلنا اليوم الأثنين نبث ما يكون موضوع ما happening في One Piece يمكن في كين دو يكمل معنا wedgi يصلع مادري وخو إبراحيمierten صنugg ليست عبد الحمار الريزان ما ادري يمكن اي يمكن لا على حسب بضعة انا نيتيني ابث اليوم بس انا صار في ظرف وما قدرت ابث فاعتذر منكم بنكمل النقاش اذا مو في بث اليوم الاثنين ببث الاسبوع القادم الاثنين كل الاثنين عندنا بث ونازم نتكلم ونحلل هذا الفصل ونتناقش في كل النظريات والاطروحات اللي تطرحوني انتو على هم مباشرة في البث في الختام قولوا معاي سبحانك الله بحمدك اشهد والله الا الا انت استغفر كنتو بليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة بطلق زرين وضغط على زر العجاب والشير ونشوفكم على خير